أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة مرة أخرى في فقرة أخرى في عالم الحدث الحدث نحاول أن نكون عينكم التي ترى وأذنكم التي تسمع في هذه الفقرة فقرة ضيف الحدث التي سنخصصها اليوم حول الصحة والرياضة فموضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن ثالث أكثر الإصابات التي يتعرض لها الرياضيين خلال السنوات الأخيرة وهي إصابة مفصل الكتف تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع سنتوقف معها رفقة ضيفنا هنا في استوديو الحدث وقبل ذلك دعونا أولاً نرحب بضيفنا الفاضر خليل بن خلفان البو سعيدة إخصائي علاج طبيعي بمركز الطب الرياضي حياك الله أهلاً أخي أحمد وأهلاً جميع المشاهدين شرفتنا ونورت المكان شرفنا طالعا حياك الله اليوم نتحدث عن موضوع الإصابات بالنسبة للرياضيين موضوع الإصابات هذا موضوع مؤرق ومقلق ومخيف يعني يحدد مستقبلك الرياضي صحيح الإصابة هذه إصابة يعني خلع الكتف أو فقرة أو إصابة ألم الكتف أو ما أعرف شي تسموها شو مسموها بالضبط تحدثنا عنها قلنا نعرف أيضاً المشاهدين عن هذه الإصابة ونتحدث عنها بشيء من التفصيل نعم أخي أحمد حنا نرح إن شاء الله بنناقش اللي هو كمقمل مفصل الكتف نتكلم عن الإصابات الأكثر شيوعاً في مفصل الكتف كما ذكرت أنت سابقاً مفصل الكتف يعتبر ثالث الإصابات الأكثر شيوعاً عندنا حسب الإحصائيات دائرة الطب وعلوم الرياضي بوزارة الثقافة ورياضي الشباب طيب لما نتكلم عن مفصل الكتف لازم نذكر أنه في مفصل قريب من مفصل الكتف هو دائماً إلى علاقة مباشرة وغير مباشرة في بعض الإصابات التي تصير في مفصل الكتف اللي هو مفصل الأخرمي التركوزي تقريباً كده يسمه بالعرب لأننا مصطلحاتنا أكثر شيء بالإنجليزي فأتمنى إن شاء الله ساعدني لا واضح إن شاء الله واضح نمر فبالتالي تأثر هذا المفصل اللي هو قريب من مفصل الكتف راح يأثر على مفصل الكتف فبعض الإصابات يعني عيق اللاعب أو الرياضة يشتكي من إصابة في مفصل الكتف بس لما التشخيص السريري أو التشخيص اللي هو إحنا نتكلم بأشعات معينة أو دقيقة تعطيك تشخيص ثاني اللي هو مفصل القريب من مفصل الكتف نعم اللي هو اسمه؟ لا خزمي التركوزي التركوزي تقريباً بالعرب أنا ما حفظته بالعرب تبعاً أنا ساعدك بنيجليزي ما أنا أعرف طيب فبالتالي التشخيص الصحي لكل إصابة نتكلم للرياضيين هو الأهم من هذا طبيعة مفصل الكتف هو مفصل تقريباً دو ميزات مميزة طبعاً مقارتهم بباقي مفاصل القسم اللي هو يعطيك أريحية في الحركة فممكن يتحرك مثلاً من الأمام للخلف أو القانب اليمين للقانب اليسارة أو في حركة دائرية فهذا المفاصل نسميه من مفصل اللي هو مفصل المقبس والسجد اللي هو هذا يعطينا طبيعة هذا المفصل طيب جميل طيب الآن متى يدرك الرياضي متى يعرف أنه الآن عرض للإصابة أو بدأة إصابة في الكتف شو الأعراض اللي يحسبها وعلى ذرها يدرك أنه الآن هو مصاب نعم قبل التشخيص قبل لا يتوجهه طبعاً قبل التشخيص يبدأ اللاعب مثلاً في بعض الحالات طبعاً اللي هي تكون إصابة راكمية نحن نتكلم مثلاً اللاعب بدأ يشتكي من آلام في الكتف وفكرها آلام طبيعية بدأت تزيد مع التمارين أو الحمل التريبي اللي يعاني اللي يمرها خلاله هذا ممكن يعطيك طبعاً التفاقم الإصابة أكثر من الطبيعية بعض الإصابات طبعاً تصير مثلاً نحن نتكلم عن إصابة خلع الكتف اللي يتصير عن طريق كوة خارقية مثلاً سقوط اللاعب على الكتف أو بعض الرياضات مثل نحن نتكلم رياضة كرة الطائرة أو رياضة السلة فيها تدخلات دائماً عنيفة برياضة السلة ورياضة كما ذكرنا كرة الطائرة يكون في حركة كثيرة على مفصل الكتف فهذا في بعض الحالات تصير خلع الكتف بقوة خارقية بينما الإصابات مثلاً نحن نتكلم إصابات التي هي التهابات أو تار العضلات المرافقة للمفصل الكتف أو بعض الإصابات مثل اللي نسميه المفصل المتقمد لو هذا يصير إصابة تراكمية بسبب مثلا ضعف العضلات المحيطة تعمل جهد واستهلاك كثير داخل مفصل ليست فقط إصابة الكتف في عمارة عن خلع للكتف نعم فإنه ممكن يكون الخلع ممكن يكون الكهب ممكن تجمد المفصل ممكن تجمد المفصل إذن هذه هي ثلاث إصابات قد تحدث في الكتف بالفعل واللاعبين الأكثر عرضة لهذه الإصابات مثل ما ذكرت الرياضات التي تعتمد على حركة اليد أكثر على حركة اليد وعلى حركة مفصل للكتف طيب دعنا نتحدث أيضا بشفافية أكثر بعض اللاعبين لا أدري أنت وجهني إذا كانت يعني هذا التصرف صحيح أم لا يجب على اللاعبين أن لا يتصرفوا هذه التصرفات يعني يتوجهوا مباشرة إلى الطب الشعبي التجبير والتهبير تعمل مسمياتنا الشعبية جبس وعشاب طبيعية وخلطات وترتيب دنيا صحيح وتضبيط صحيح هل هذه مفيدة طبييا مفيدة أو لا لا يجب سلوك هذا الطريق لما يجب أيضا سلوك طرق أخرى هو بينه وبينك على أساس كم معك صريح في هذا القانب نحن دائما نفضل أول شيء التشخيص الصحيح للإصابة لأن مثل عسبي المثال لو نفترض أن اللاعب عنده مشكلة في التهابات أو تار العضلات المحيطة للمفصل كتف كما ذكر أننا في التهاب بعض هذا الشيء مع التدليك أو مع قيامك بهذه الحالات أنت راح تعمل تساكم مشكلة أكثر فهي نوعية الإصابة بعض الأشخاص يقول لك مثلا أنا قربت هذا العلاق واستفدت ويقول لك الشخص ثاني يسلك نفس الطريق طيب أنت إصابتك مختلفة عن إصابة فلان سين من الناس فما ممكن أن أعمم القميل يعني أنت تنصح الرياضة أولا بالتشخيص التشخيص هو الخطوة الأولى لاتخاذ أي علاج صحيح بعد ذلك ببقى أنت تتخذ أي طرق تناسب الحالة مرضية التي معك نعم هل تصبح يعني هذه إصابة الكتف قد تكون مزمنة إذا أصيب بها اللاعب أو الرياضي مرة قد يعني تعود لها الإصابة مرات ومرات ممكن تصير مزمنة في الأخص إحنا لو وجينا نفس المثال أوتار إصابة أوتار العضلات المحيطة للمصر الكتف هذا إهماء لك أنت فيها ممكن تسبب لك إنقطاع في الأوتار فتصيلك مشكلة أكبر من المشكلة التي أنت هاملينها يعني بعض الرياضيين يقول لك لا خليها كذا بنفسها ممكن تصح بعد فترة تهاملك في الموضوع تهاونك فيه يعطيك فيه احتمالية تمزك طبعا العضل نحن نعتبر شوية مشكلة أكبر كثير ممكن اللاعب يتوقف بمارسة الرياضة معينة بسبب هذا المشكلة الأساسية طيب إذا لاعب أصيب شو خصة حالته مثلا خلنا نقول بخلع الكتف نعم كب المدة التي سيتشافى فيها اللاعب وش الطريقة الصحيحة لعلاجة لخلع الكتف تحديدا خلع الكتف لما نتكلم خلع الكتف فيها يقراءين عالة الخلع الكتف لو صارت للرياضة أول مرة ننصحها طبعا نبدو لبرنامج تقويات معينة نشوف كيف استقابة العلاجية لو كان فيه استقابة كان بيكون واقب ممتاز لو كان ما فيه استقابة للعب يضطر أن يدخل لقراحة عملي قراحية يقوم بها يستبدال المصل أو تثبيت المصل بما خلال الأربطة معينة في مرحلة متقدمة طبعا مرحلة الأصعب نعم لو صارت أكثر من مرة في الخلع هذا يحتاج لازم تدخل لقراحة طيب العلاج والتاهيل والعلاج الطبيعي إلى أي مدى ينفع وش طرقها وش إجراءاتها وانتو مثلا في مركز الطب الرياضي نعم هو دائما جميع البحوث حتى العلمية تثبت أنه فيه فائدة كبيرة لجميع مشاكل إصابات الكتب ممكن تتعالج بالعلاج الطبيعي طبعا نحن نتكلم علاج الطبيعي نتكلم محور كبير ضمنها طبعا العلاقات التي نستخدمها على أساس تسكين الألم ومن بعدها نبدأ البرنامج العلاقي اللي هو التاهيلي التاهيلي نحن نقصد فيها تقوية الأربطة تقوية العضلات تقوية التوافق المبصل مع باقي المفاصل لأنه ما رأت أحيانا في بعض الحياة اللاعب شتك من مبصل الكتب لكن هناك مفاصل مصاحبة مثلا حتى نتكلم حينما مثلا في الرقبة أو بعض العضلات المحيطة بسبب أنك تتقنبك أو تحط حملة عالية لمفصل آخر بالتالي أنت راح تقهد أعضاء أخرى من القسم لراحة مفصل الكتب الأجهزة والأدوات المستخدمة معكم في المركز الحمد لله نحن عندنا في الدائرة قائمين جميع الأجهزة قائمة دور كبير في هذا القانب فيها أجهزة معينة خاصة لتأهيل مفصل الكتب وإصابات الكتب طيب الإخوة في الإعداد عملوا مجموعة من المقابلات خرجوا وعملوا مجموعة من المقابلات تتعلق بهذه الإصابات دعونا نرى المقابلات هذه وبنرجع بنعلق عليها دعونا نرى في مجال الإصابات الرياضية تعتبر إصابات مفصل الكتب تحل الملتبة الثالثة ما بعد إصابات مفصل الرقبة ومفصل الكاحل تقسم إصابات مفصل القدف إلى نوعين من الإصابة إصابة مباشرة وإصابة غير مباشرة على سبيل المثال إصابة المباشرة هو سقوط وارتطام اللاعب بأرضية الملعب أو التحام اللاعب مع لعب آخر إصابات غير مباشرة على سبيل المثال التهابات الحادة والمزمنة لأربطة مفصل الكتف بالنسبة لخطة العلاج طبعا هنا بالمركز تشمل خطة العلاج على فحص وتشخيص اللاعب مبدئيا في حالات الإصابات المباشرة بيتم عمل أشعة صينية لللاعب للتأكد من سلامة العظام المكونة لمفصل الكتف أو تأكد من سبات مفصل الكتف وعدم موجود أي نوع من أنواع الخلعة تعرضت لإصابة الكتف يمكن لمدة شهر وبدايتها كانت لما طحت في الملعب يمكن أول يوم ثاني يوم كنت مقدر أنا ما بدن كانت تسهرني يعني وايد فحطت صرت أحط لها كمادات وكذا لينخف العلم والورم بعدين توقيت للمقمع الطبي بوشر وسويل التشخيص وفحوصات وأشعة فبعدين سويل علاج طبيعي والحمد لله بدأت تخف شوي شوي والحين في برنامج تأهيل هو أول شيء لما تبدأ في برنامج تأهيل تقوّل عضلات اللي حول الإصابة عشان لما تمرن المفصل بعدين يكون في شيء ما سكنني قبل فيمرنوك عضلات اللي حول الإصابة فبعدين تبدأ في التمرين الأساسي اللي هو في المكان الإصابة إصابة الكتف مزعقة قدًا قدًا لأنه أول شيء في قاموس الإصابات لازم تكون نفسية اللاعب كيف إذا كان نفسية زينة ومتفائل متفائل خير بيتشافة بدون يعني لما تقيك إصابة ما ما يحتاج أنك تفكر في الإصابة بدأ في برنامج التأهيل اللي يعطيكي يا الدكتور واستمر معه مع الاستمرارية كيد أنك بتشافة في أقرب وقت أنت تتوقعها كإداريا نتابع الأعمال اللي يقوموا فيها الأخصائيين ما نترك ما يقولوا خلاص الأخصائيين قاموا بعملهم لكن الحيان كبيشن أو كمريض ممكن أنه هو ينتقد ينتقد مثلا العلاج فنحن ما رح نمشي على المريض مثلا نقول لك أنا انتقتل هذا والإصابة هذه بعدها بمتفاقمة هي الإصابة أصلا هي أريد معه تمام بس الأخصائي يمشي معه خطوة خطوة بس هو في بعضهم يريدوا العلاج متقل بسرعة فنحن كإداريين نقلس معهم وفهمهم طريقة العلاج وكيف تسلسل فيه مرحبا بكم مشاهديين مرة أخرى خليل يعني مثل ما شاهدنا الآن وهو مكتوب الآن أن هذه ثالثة أكثر إصابة منتشرة لكن باختصار ما مدى انتشار هذه الإصابة بين الرياضيين والعماليين طبعا هذه الإحصائية نحن بنينها على حاجة يعني نحن عندنا كمية كبيرة من الرياضيين اللي هم يمارس كرة القدم وهذا ما يخفى على الجميع كلهم فبالتالي نحن نحسب على نسبة الإصابة من الرياضة بحد ذاتها يعني لو قينا مثلا نحن 60% تقريبا من الرياضيين يمارس كرة القدم باقي الرياضات تتقسم بنسبة بسيطة فبالتالي نحن هذه النسبة دائما نكون مكرونة بالرياضة حد ذاتها فتقريبا هي كما أنت ذكرت وتفضلت أن تقريبا هي الإصابة رقم ثلاثة ما أنا في حسب الإحصائيات طيب جميل جدا إذن خليل بن خلفان لبوسعيدة خصائي علاج طبيعي شكرا جزيلا لك أثريتنا وأثريت الحلقة بهذه المعلومات العلمية والمهنية التي تملكها عن حول إصابة مفصل الكتف شكرا جزيلا شكرا لك على الاستضاء باركة لك أحسنت